اعزائي طالب وطالبات اهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة من مادة العلوم للصف الاول الاعدادي برعاية واشتراف وضارة تربية التعليم هنكمل درس التكيف وتنوع كيانات الحية ونبدأ نفكر مع بعض كده اشهر حاجة قلنا الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن تنوع الحركة في الكيانات الحية وازاي السديات كلها على رغم ان لها نفس تركيب العظام الا ان في منها اللي عنده اجنحة عشان يعرف يتير واللي عنده مجاديف علشان يعرف يعوم واللي ايديه اطول من ايه من رجله عشان يتسلق على اشجار والاسئلة بتيجي في الامتحان بسيطة وسهلة جدا يعني انا ميجي يقولك علل تحور اطراف الخفاش الى اجنحة يعني طالب صغير كده في اتدائي هيقولك تتسعده علي ايه على الطيران في كل الاحوال اطراف الحيوانات اللي هي السديات تحورت علشان يعرف يتحرك بالطريقة اللي تناسبه في بيئته يبقى انا عرفت ان اول سبب في التكيف الحركة وعرفنا الكلام ده فين في السديات وزي ما احنا شايفين هو ايه دي شكل السديات الدولفن الدولفن والحوط مع بعض على فكرة الدولفن والحوط من السديات اللي بتعوم وعندها مجديف وانا طبعا يعني اسديات ودي الخفاش من الايه السديات اللي ايه عندها اجنحة ودي الحصان ودي الارض تعال نشوف الاستنتاج مع بعض كده التحورات في اطراف السديات تمكنها من الحركة بطرق مختلفة تناسب بيئتها واساليب معيشتها طيب يعني لما جيت اتكلمت عن الحركة يديت مثال السديات طيب تعال نتكلم عن حاجة تانية من اسباب التكيف احنا قلنا ايه تاني الحركة وطبيعة الغذاء المرة دي هنتكلم بقى عن كائنات اخرى غير السديات وهي الطيور الطيور يعني برغم من اختلاف اشكالها وانواعها طبيعة الغذاء بتاعتها بتختلف يعني ايه في طيور بتاكل لحوم طيور بتاكل لحوم الطيور الجرحة زي السقر والنصر دي طيور بتاكل لحوم فلازم يبقى ليها مناقير وليها ارجل تناسبها في البيئة اللي بتعيش فيها وفي طبيعة غذائها مش هتبقى زي الطيور اللي بتتغذى على الديدان والقواكع زي بوئردان مثلا ولا زي البط والوز اللي بيبقى عايز يتغذى على التحالب والاسماك اللي في المي طبيعة الغذاء خلت الكائنات دي يبقى عندها تحور في بعض اجزاء جسمها زي المناقير وزي الارجل بتناسب طبيعة غذائها تعالوا ما بعد نشوف الكلام ده التكيف وطبيعة الغذاء اول حاجة تنتشر الطيور في جميع البيئات المعروفة على الارض زي ما قلنا وقد تكيفت مع بيئتها وغذائها لطرق كثيرة منها التحور في حاجتين يبقى لما اجا تكلم عن التكيف في طبيعة الغذاء في الطيور هتكلم عن ايه حاجتين ايه هما المناقير والارجل ركز معي عشان ديه بتيجي اكمل وفي طالبة ما بتبقاش فاهمة سؤال التحور في الطيور عشان ايه عشان الغذاء تحورت في ايه الطيور يبقى لازم مناقير وارجل فعلا نشوف ازاي عادي نفحص كده بعض الارجل والمناقير في الطيور هنلاقي ايه فتحور اشكال الارجل والمناقير في الطيور ويتباين تركيبها تبعا لنوع الغذاء والظروف زي ما اتفقنا وزي ما قلنا مع بعض فمسلا الطيور الجرح زي مين زي سكور والنصور تعالي بصش شكله ما عامل ازاي ركز معي كده انا هكبرلك شكل المنقار بتاع السقل شايف المنظر شايف المنقار عامل ازاي ده اسمه منقار معقوف يعني ايه مناطير معقوفة معقوفة يعني زي ما انت شايف كده تبقى نازلة تحت كده حادة جدا قوية جدا ده بيأكل لحوم تحس كده ان سكينة بيمزق بيها لحم الفريس لازم تبقى بالشكل ده حادة جدا قوية جدا ومعقوفة هاي طيب ارجل السقر انا مرة كنت بتفرج على سقر نزل كده مسك سمكة من المية نزلها واخدها واكيد كلكم شفتوا الكلام ده الغريب ان سمكة عمالة ايه تتحرك جميد جدا والسقر مسكها برجل واحدة وبيتير ولا بتقع منه اللي ما بتقعش منه تحورت ارجل الطيور الجرحة علشان تتاقيه تتمكن من القبض على فرائصها ازاي الطيور الجرحة والسقر مثلا عنده اربع صوابع بص المنظر شايف المنظر عامل ازاي اربع صوابع تلاتة امامية كده يعني سيبك من الخامس ده هو عنده تلاتة كده قدام وعنده الرابع خلفي كده وقابل الانسناء يعني ممكن يتحرك ويتني بسهولة جدا بمخالب قوية جدا وحدة يقدر انه هو لو مسك خلاص عمر الفريسة ما هتبدأ تتحرك من رجليه ابن يعني انت عايز تقولي ان الطيور الجرحة بتبقى ليها منقير ملها قوية حادة معكوفة تتمكن من تمزيك لحم الفريسة والاصابع الاربعة تلاتة منها امامية وواحد خلفي قابل الانسناء علشان يتمكن من ايه الانساك بالفريسة مين كده السقر والنسوط كل الطيور الايه الجرح ده علشان بيكون لحوم طب لما يكون عندي طائر بيتغز على الديدان والحشرات اللي في التربة اكيد عارفين صديق الفلاح ابو جردان شفنا بيجلي طويلة والاصابع بتاعته رقيقة كده وبتبقى ماشي تحس دايما على ارض ايه فيها مية لازم يبقى يعرف يمشى على الارض المبلولة دي من جل ما يزحلق فلازم تبقى ايه صابع وكون صفيعة الارجل الارجل بتاعته تبقى برضو صفيعة وطويلة وتفرج بقى على منقار منقار طويل ورفيع دي سهل قوي اللي بيتغذى على الديدان والحشرات والقواقع بيبقى دايما منقيره طويلة ورفيع والارجل طويلة ورفيع ليه زي ملقاط لازم يلتقط الديدان لمنقار يكون ايه طويلة ورفيع ورجليه طويلة ورفيع عشان يقدر يمشي على الارض اللي فيها ايه في وجود الماء تعالى نشوفي الكلام ده فحص نماذج الارجل والمنقير اللي بتتغذى على الديدان والقواقع في المياه الضحلة زي مين قلنا زي ابو اردان بيبقى لها منقير ايه طويلة ورفيع ليه تساعدها على التقاط الديدان والقواقع وارجلها ايه طويلة ورفيع تنتهي بأصابع دقيقة لتتلاقيه تتمكن من المش في وجود الماء قلت زي مين اهو زي ابو اردان وكمان مين الهدهد شفنا الهدهد ما شاء الله كده منقاره طويله ورفيع يقعد ينقل كده الحشرات والديدان ويلتكتها كأنه ملقط ودي ابو اردان زي ما انتو شايفين شكله في الرأس بص طويلة رجله طويلة زي ورفيع هاي تعالوا نشوف نوع تاني من الطيور غير الطيور الجرحة وغير الطيور اللي تتغزى على ديدان وكواكع الطيور اللي تتغزى على الاسماك والتحالب اللي في المياه من الطيور اللي بيتبقى دايماً بتعوم في المياه البط والوز طيب البط والوز علشان تعرف تعوم يا ترى رجليها هتبقى عاملة ازاي حد طبعاً اكيد شفنا كلنا رجل البط بتحس ان صوابعها ما بينها جل تحس ان الارجل بتاعتها مكففة مكففة يعني ايه تحس الصوابع في جلد ما بين عاملة زي ايه لما حد بينزل يعوم بيبقى ليه مجديد كده بيحطها في رجله علشان يعرف يعوم بيها صح هي بل ربنا خليلها ارجل مكففة ليه عشان تعرف تعوم بيها بيش دايماً بتعوم في المية طيب هي بتاكل ايه السمك والتحالب اللي في المية تخيل بطة عايزة تجيب اي حاجة من المية لو مثلاً عيش مبلول في المية هتحط منقارها كده وتاخد العيش المبلول في المية ولا لازم تحتاج انها ترشح التعام من الماء فربنا خلق لها المنقار بتاعها بيبقى عريض منطير عريضة ومسننة من الاجناب عشان بمجرد ما تنسك اي طعام تبدأ ترشحه من المية هقول تاني الطيور اللي بتتغذى على الاسماك والتحالب اللي هي البط والوز بيعملوا ايه؟ منقرها بتبقى عريضة ومسننة من الاجناب لترشيح دي بننساها على طول على فك ترشيح الطعام من الماء تاني حاجة الارجل بتاعتها بتبقى شكلها عامل ازاي؟ مكففة ليه؟ علشان تعرف طول بس كده تعال نشوف المنظر ادي الطيور اللي تزبح في الماء وادي الارجل وادي المنقير وادي البط شايفين؟ رجل البط عاملة ازاي؟ تمام جد اي دي اكبرها لك كمان ايه؟ ده اللي انا بقصوده ايه؟ شايف المنظر؟ رجلين البط او الوز بتلاقيها ارجل مكففة ليه؟ علشان تعرف تعوم بيها طيب انا كده خدت ثلاث انواع من الطيور وتلق بط من اللي انا عايزهم مع بعض علشان تعرف اذكروا وماشوفهم وانا هجمعهم لك طبعا في الشجرة بتاعتنا مستعب؟ يلا بينا يلا مع بعض كده نشوف التكيف وطبيعة الغذاء في الطيور التكيف وطبيعة الغذاء انا بقسمها دايما لثلاث حاجات اول حاجة طيور تتغذى على اللحوم زي مين؟ زي الطيور الجرح اللي هو السقر والنسر حلو جد يترى لما بقسمهم بقسمهم لإيه؟ لمناقير وحاجة تانية اسمها أرجل المناقير بتبقى ايه؟ حادة قوية معكوفة لما يجي السؤال العلل؟ اهو علل هتقوله ليه؟ لستتمكن من تمزيق لح الفريض طيب والأرجل الأرجل برضو بتبقى ايه؟ تنتهي بمخالب قوية وثلاث أصابع أمامية والصباع الرابع قابل الإنسناء وثلاث أصابع أمامية والرابع خلفي كل ده ليه؟ نفس الكلام لتتمكن من الإمساك بالفريض ده الطيور يتتغذى على اللحوم تعال نشوف الطيور تتغذى على الديدان والقواقع دي بقى بيبقى ليها منطير طويلة ورفيعة والأرجل برضو طويلة ورفيعة اهو منطير وأرجل طويلة ورفيعة ليه؟ علشان تقدر تلتكت الحشرات لالتقاط الحشرات ده المنطير وآخر حاجة لتتمكن من المش في وجود الماء ده الأرجل تعال نشوف آخر حاجة آخر حاجة هتبقى ايه؟ طيور تتغذى على التحالب والأسماك تمام دي بتبقى مناقرها ايه؟ مناقر عريضة ومثننة من الجوانب ليه؟ لترشيح الطعام في وجود الماء والأرجل الأرجل مكفف ليه؟ لتساعدها على العون أنا جمعتلك كل التكايف وطبيعة الغزاء قدامك لو خدت بالك كل حاجة بنتكلم عن حاجتين لأم ومناقير لأم وارجل لأم ومناقير لأم وارجل زي ما انت شايف وقلتلك كل حاجة ايه؟ محتاج منك حاجة واحدة بس تلقطها بعينك كده وتحفظها كويس عشان لما تجيلك في الامتحان تخدش وقت في التفكير يلا نرجع وارجعنا تاني علشان نكمل طبيعة الغزاء في الكائنات الحية وذكرنا الطيور وعرفنا كل حاجة عنها عايزين نكلم بقى عن الغزاء في النباتات هو النبات بيتغزة طبعا بيتغزة زي عملية البناء الضوئي تكرنا طبعا يعني كل النباتات بتعمل عملية النباء البناء الضوئي وطالما بتعمل البناء ضوئي يبقى هي ذاتية التغذية تصنع غزائها بنفسها هو عكون مش عارف المعلومة دي لازم تبقى عارف ان النبات بيعمل بناء ضوئي وبيسمع غزائه بنفس كل الكائنات المنتجة للغزاء بتبقى عندها الأسيدة خضراء وبتنتصده الشمس وبتعمل عملية البناء الضوئي طيب هل البناء الضوئي بيخلي النبات يحصل على غزائه كاملا لا البناء الضوئي بيخلي النبات يحصل على النشويات السكريات أو المواد القربوهايدراتية يعني البناء الضوئي بيخليك تحصل على جزء كبير من غزائك بس مش كل الغزاء علشان يبقى عملت كل الغزاء محتاج تكون حاجة اسمها البروتينات هايل طب أنا عشان اعمل بروتينات بحصل على البروتينات منين بحصل عليها من التربة ازاي بجيب حاجة اسمها نيتروجين من التربة اصنع منه البروتينات طيب علشان تفهم الجزئية المهمة جدا دي لازم اشرحها لك على البروتي يلا بيدي هلو مع بعض نشوف بقى ازاي النباتات بتحصل على غزائها يلا بيدي انا دلوقتي هنرسم مع بعض كده نبات بيعمل عملية البناية الضوئي هادي نباتة هون ده نبات ودي جزوره تحت الارض زي ما انتم شايفين بيعمل عملية البناية من التربة يبقى انا بمتصل نيتروجين من التربة علشي هكون حاجة اسمها البروتينات كل النباتات بتعمل كده كل النباتات بتعمل كده طالما فيه ضوء شمس طالما فيه نيتروجين في التربة هعمل كاربوهيدرات وكون البروتينات هايل بعض النباتات التربة فقيرة من النيتروجين مفيش نيتروجين هتكون بروتينات ازاي انا عارف ان عشان اكون بروتينات لازم احصل على النيتروجين من التربة طيب النباتات دي مفيش نيتروجين في الترب هتعمل ايه ازاي تتكيف مع الوضع ده لازم تتكيف مع الوضع طب هتعمل ايه مش هتكون بروتينات لا تتصرف كلمة تتصرف هو ده التكيف هي برضو تكيفت مع البيئة وحصلت على الايه على النيتروجين بطريقة تارية ازاي نبات زي الضيونيا نحفظ الاسم ده بقى نبات اسمه الدايونيا تحورت اجزاء في بعض النباتات في اوراقه وخادت شكل جريب جدا بالمنتر ده وطلعت رواقح معينة تجذب بها الحشرات واول ما الحشرة تخش كده بين الورقتين بتاعها بتقفل عليها تستد الحشرة ايه ده هي تاكل الحشرة النباتات دي اسمها نباتات اكلة الحشرات بتاكل حشرات نباتات مفترسة يعني اه بتاكل الحرشة ليه انا عايز اعرف ايه اللي يخليها تعمل حاجة زي كده علشان عارفة كويس ان الحشرات وكل الكائنات الحية الانسجة بتاعتها بتحتوي على النيتروجين اللي هي محتاجية انت مش عندك نيتروجين في التربة طب ما نجيبه من الحشرات عملت كده فعلا وامتصت النيتروجين من الحشرات علشان تكون بيه حاجة اسمها البروتينات نبات تاني اسمه ادروسيرا نبات ده في بعض الزوائد في اوراقه في مادة كده لازجة زي السمغ تيجي الحشرة زبابة نحلة فراشة ايا كانت تقف على ايه على الورق بتاعه تلزق في الزوائد دي ما بتعرفش تتحرك تقوم قافلة عليه وتنتص النيتروجين من الحشرة دي نباتات ايكلة الحشرات اسمه ايه الدروسيرا في نبات تاني بيبقى عامل زي الفازة كده وفي مواد هادمة سائلة بمجرد ما تيجي الحشرة الاسطح بتاعتها ملساق كاينها نزلت في مرجحة كاينها زحلقت كاينها رجبت الزوحلقة وقعت جوه النبات طبعا مش هتقدر تخرج الافرازات الهادمة دي هتهدمها وتاخد منها النيتروجين اللي محتاجه عشان تصنع ايه البروتينات النبات ده اسمه ايه حامول الماء يسموه نبات الجرة عشان شبه الجرة كده يبقى انا عندي ثلاث نباتات اكلة حشرات الدايونيا والدروسيرا وحامول الماء بتاكل حشرات ليه عشان تحصل على النيتروجين ما عندهاش نيتروجين في التربو طب بتاعمل كل ده ليه عشان عارفك كويس ان النيتروجين تقدر تصنع منه ايه البروتينات فيه منها يلا نرجع تاني يلا بيه هنرى كلام ده مع بعضي تاني هون التكيف في النباتات اكلة الحشرات النباتات المفترسة او اكلة الحشرات هي نباتات خضراء ذاتية التغذية كده كده النباتات ده بتعمل ايه بناء ضوئي بس بتكون المواد الكربوهيدراتية فقط وبعدين تستطيع الكيام بعملية البناء الضوئي وصنع المواد الكربوهيدراتية مثلها مثل اي نبات لكنها لا تستطيع امتصاص المواد النيتروجينية اللازمة لصنع البروتينات لذلك تحورت اجزاء شايف كلمة تحورت هو ده التكاين تحورت اجزاء منها لكي تتمكن من اقتناص الحشرات وهضمها وامتصاص النيتروجين اللازم لصنع البروتينات اللي بتحتاجها في منها ايه هم بقى الدايونيا احفظ معايا دايونيا الدروسيرا حمولة الماء نفسك تشوفهم اه هم ادي شكل ايه الدايونيا ادي شكل الدروسيرا نباتات عاكرت الحشرات دولة كتير جدا خش على نت خش على اليوتيوب اكتب كده النباتات المفترسة هتشوف اللي عمرك ما شوف ابحث ودور هتلاقي كتير اتفقنا طيب احنا هنقف عند الجزئية دي وهنبدأ ناخد بعض الاسئلة اللي لازم نحفظها كويس ونعرف اجابتها وهسيبك انت بقى كده تفكر معايا الاسئلة دي اجابتها ايه ومش هحلها حلها انت يلا بينا اول حاجة اكمل من الطيور اللي تتغذى على الديدان والكواقع اسمها ايه الطيور دي سهلة جدا انواع التكيف ثلاث انواع ايه وايه وايه حفظ جاو النباتات اكرة الحشرات ما لحيطش احفظهم لا ما انت هتذكرهم وتحفظهم وهتجاو الديدان اه سوري النباتات اكرة الحشرات ثلاث حاجات مش اقولهم ارجع كده وفكر وجاو ايه كمان تتحور تراكيب نقط ونقط في الطيور لتتكيف مع ظروف البيئة وطبيعة الغذاء اللي تحور في الايه في الطيور يا ترا ايه اايل انتوا عارفين طبعا الاجابة اخر حاجة هجرة الطيور تكيف نوعه ايه وافراز الصعبان للصم تكيف نوعه ايه خمسة سئلة اكمل دول هنفكر فيه ونحلهم مع بعض طبعا فيما بعد تعال نشوف السؤال اللي انتوا بتحبوه علل علل واحد تلجأ بعض النباتات الى افتراس الحشرات يا ترا ايه اللي بيخليها تعمل كده مناقير البط والوز بتكون عريضة ومسلنة بالاجنة بعد المخطط اللي عملنا في الطيور هنجاوب على اي سؤال في المناقير والارجل تتمكن الطيور الجارحة من احكام القبض على الفرائز ازاي بتعرف تمسك السمكة او لوفار السقر بيمسكه بايد واحدة وبرجل واحدة وما يقدرش يتحرك ليه اختلاف تركيب قدم الحصان عن قدم الجمل ليه اختلاف اخر حاجة حدوث التكيف في عالم الحيوان فكر في الخمس ايه دول لو انت هارس تجاوبهم لوحدك انت كده فهمت الدرس بالنسبة 100 و1 في المية لسه في جزئية بسيطة قوي هنخليها طبعا للحلقة الجاية وان شاء الله الجزئية دي هنكون خلصنا بيها المنهج اتمنى ان شاء الله ان احنا نخلصه على خير ووعدكو ان من الحلقة الجاية هنبدأ مع بعض يراجع ونشوف الأسئلة وازاي نعرف نلم المنهج كله بحيث ان احنا ما نخليش سؤال في الامتحان ما نعرفش نحن اشوفكو على خير الى اللقاء